بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ في الموضوع الاخير عندنا في مادة التحليل الاقتصادي الكلي وهو الفصل الخامس بيتكلم عن الاستثمار والتقييم المالي للمشروعات. مفهوم التقييم المالي للمشروعات يقصد بالتقييم المالي للمشروعات تقدير الايرادات والمصروفات والربحية المتوقعة للمشروع. اي ان احنا بنحاول نقيم المشروع من الناحية المالية فقط. ونحاول نحكم على مدى صلاحية مشروع معيه من خلال عمل التقييم المالي للمشروعات. اه ثانيا اعاوز ناخد ايه هي اهم معايير التقييم المالي لمشروعات? في عندي معايير كتير جدا للتقييم المالي لمشروعات. احنا هنكتفي اه ببعض المعايير البسيطة فقط. آآ منها معدل العائد المحاسبي ومعيار فترة الاسترداد ومعيار صافي القيمة الحالية. معدل العائد المحاسبي. اما نيجي نحسب معدل العائد المحاسبي او معدل العائد على رأس المالي المستثمر. آآ انا بحاول اقسم آآ متوسط آآ صافي الربح السنوي على متوسط تكلفة الاستثمار. وبضرب في ميل. ومتوسط صافي الربح السنوي لما نيجي نحسبه بعبارة عن اجمالي الارباح المحققة للمشروع خلال فترة حياة المشروع. بقسمة على فترة حياة المشروع. ومتوسط تكلفة الاستثمار دي عبارة عن استثمار اول المدة مع قصة القيمة التخليدية على اتنين. اللي هي تكلفة الاستثمار في اول المدة. نحاب ناخد حالة عملية آآ الجدول التالي يوضح صاف الربح لمشروعين. الف وبين. وتكلفة الاستثمار لكل مشروع مية الف جنيه. ازا تكلفة الاستثمار للمشروعين هي تكلفة متساوية. انا عندي مشروعين كل مشروع هيكلفني مية الف جنيه. القيمة التخليدية صفر وتكلفة الاموال او معدل تكلفة الاموال عشرة في المية للمشروعين. حساب معدل العيد المحاسب لكل مشروع وترتبهم حسب افضلياتهم. ايه اني مشروع؟ عاوزين نحدد اني مشروعات. وعندي جدول في فترة حياة كل مشروع خمس سنوات. وصاف الربح الخاصة بكل مشروع. اه المشروع الف في السنة الاولى خمسلاف جنيه. في السنة التانية عشر تلاف. سنة التالتة خمستاشر الف. الربع عشرين الف. الخمسة خمسة وعشرين الف. المشروع ايه? اه صاف الربح السنوي. اه في السنة الاولى خمستاشر الف. السنة التانية خمسة وعشرين الف. السنة التالتة خمسة وعشرين. والسنة الربعة عشر تلاف. والسنة الخمسة سبع تلاف وخمسة. ازا انا لما هاجي احسب اه معدل عائد المحسابي لكل مشروع. احنا قلنا في معدل عائد بقسم متوسط صف الرفح السنوي على متوسط تكلفة الاستثمار في مية. فانا عاوز احسب متوسط تكلفة الاستثمار. فقانون متوسط تكلفة الاستثمار او عبارة عن استثمار اول المدة نوعص الكيمة التخريدية على اتنين. فانا عندي تكلفة الاستثمار لكل مشروع انها متساوية بمئة الف جنيه. والقيمة التخريدية بصف فازن هقول مئة الف نقص صف على اتنين هيديني متقصد تكلفة الاستثمار خمسين الف جنيه ده بالنسبة للمشروع الف. طب متقصد صاف الربح انا عندي ارباح و خمس سنوات. اذا هجمع الارباح الخاصة بالمشروع الف لخمس سنوات في السنة الاولة خمس سلاف زائد سنة التانية عشر سلاف. السنة التالتة تاخمستاشر الف. السنة الربعة اvärشرين الف الخمسة خمسة وعشرين الف. وبأسم على فترة حياتي المشروع اللي ايه خمس سنوات يبقى بأسم على خمسة. يديني متقصد صاف الربح السنوي اللي هو خمستاشر الف جنيه. بعد ذلك انا يتم حساب معدل العيد المحاسبي للمشروع الف. بأسم متقصد صاف الربح على متقصد تكلفة الاستثمار في مية. فانا عندي متواسط صاف الرفع خمستاشر الف جنيه على تكلفة الاستثمار او متواسط التكلفة الاستثمار خمسين الف جنيه في مية. يبايزا معدل هند المحاسبي للمشروع الف هي التلاتين في المية. طيب المشروع هي نعمل نفس الكلام. انا عندي متواسط تكلفة الاستثمار للمشروع بي استثمار اول المدة كان مية الف جنين واسر قيمة تخريدية بصفر على اتنين يديني برضو متوسط تكلفة الاستثمار للمشروع بي خمسين الف جنين. متوسط صف الرفح السنوي هنجمع ارباح المشروع بي خلال الخمس سنوات وهي خمستاشر الف زائد الخمسة وعشرين الف زائد الخمسة وعشرين في السنة التالتة زائد عشر تلاف في السنة الربعة زائد سبعة تلاف وخمسمائة في السنة الخمسة على فترة حياة المشروع اللي هي خمس سنوات يدينا متوسط صاف الربح السنوي ستاشر الف وخمسونية جنيه. ازا المعدل العيد المحاسبي لمشروع به هقسم متوسط صاف الربح على متوسط تكلفة الاستثمار في مية. يبقى ستاشر الف وخمسمية على خمسين الف تكلفة الاستثمار في مية يدينا تلاتة تلاتين في المية. ازا القرار بقى عايزين ناخد القرار الصح ان مشروع افضل. المشروع به يعتبر هو افضل من مشروع الف لان معدل العائد بتاعه اعلى تلاتة وتلاتين في المية. انما معدل العائد بالنسبة للمشروع الف كان تلاتين في المية. يبقى ازا المشروع به هو افضل من المشروع الف وفقا لمعدل العائد المحاسبي. ولكن المشروعين مجبولين. المعيار التاني اه هو معيار فترة الاسترداد اه والمقصود بفترة الاسترداد هي عبارة عن الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد المشروع لتكاليف الاستثمار من خلال الاربع. بمعنى ايه? ان انا لو جيت حطيت تكلفة الاستثمار في مشروع معين عاوز اشوف انا اقدر استرد هذه التكلفة خلال فترة زمنية قد ايه? وطبعا كل ما قلت اه هذه الفترة الزمنية كل ما بيكون افضل ان ده معنى ان المشروع قادر على تحقيق ارباح تقدر تغطي التكاليف وتسترد التكاليف في فترة اقل. ويتم حساب فترة الاسترداد عن طريق اسمت قيمة الاستثمار المبدئي او تكلفة الاستثمار المبدئي على متوسط الربح السنوي. ومتوسط الربح السنوي عند احتسابه يتم اسمت مجموع او اجمال الارباح السنوية على فترة حياة المشروع. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المثال الاتي. اذا كان لدينا مشروعين المشروع الف والمشروع بيه. وكانت تكلفة الاستثمار للمشروعين متساوية. وهي ميد الف جنيه. وكانت الارباح السنوية للمشروعين كمالي. المشروع الف بيحقق ارباح في السنة الاولى عشر تلاف جنيه. السنة التانية خمستاشر الف جنيه. السنة التالتة خمستاشر الف. السنة الرابعة عشرين الف جنيه. والسنة الخمسة تلاتين الف جنيه. المشروع بيه? ارباحه في السنة الاولى عشر تلاف جنيه. في السنة التانية عشرين الف جنيه. السنة التالتة خمسة وعشرين الف جنيه. السنة الرابعة تلاتين الف جنيه. السنة الخمسة تلاتين الف جنيه. المطلوب تحديد اي المشروعين افضل وفقا لمعيار فترة الاسترداد. بايزا انا عاوز احسب فترة الاسترداد لكل مشروع. واعرف ايهم افضل المشروع الف ام المشروع بيه. ولحساب فترة الاسترداد اه نكتب اول حاجة لقوانين الخاصة بفترة الاسترداد. انا عندي فترة الاسترداد عبارة عن تكلفة الاستثمار على متوسط الربح السنوي. ومتوسط الربح السنوي يتم حسابه عن طريق اسمه مجموعة الارباح السنوية على فترة حياة المشروع. بالنسبة المشروع الف متوسط الربح السنوي آآ عبارة عن الربح السنة الاولى عشر تلاف جنيه زائد ربح السنة التانية خمستاشر الف جنيه زائد ربح السنة التالتة خمستاشر الف جنيه زائد ربح السنة الرابعة عشرين الف جنيه زائد ربح السنة الخمسة تلاتين الف جنيه على خمسة اللي هي فترة حياة المشروع خمس سنوات يبقى ازا متوسط الربح السنوي المشروع الف تمنتاشر الف جنيه. يبقى فترة الاسترداد للمشروع الف عبارة عن تكلفة الاستثمار اللي هي الميت الف جنيه على تمنتاشر الف جنيه اللي هي متوسط الربح السنوي حيزا هتساوي خمسة وستة من عشر سنة وهذا يعني ان المشروع الف يسترد تكلفة الاستثمار الخاصة به الميت الف جنيه خلال خمس سنوات ونص تقريبا. بالنسبة للمشروع ايه? متوسط الربح السنوي للمشروع ايه? عبارة عن عشر تلاف جنيه في السنة الاولى زائد عشرين الف جنيه ربح السنة التانية زائد خمسة وعشرين الف جنيه في السنة التالتة زائد تلاتين الف جنيه في السنة الرابعة زائد تلاتين الف جنيه في السنة الخمسة على فترة حياة المشروع خمس سنوات ايضا هيساوي تلاتة وعشرين الف جنيه متوسط الربح السنوي المشروع ب. فترة الاسترداد للمشروع بي هتبقى عبارة عن تكلفة الاستثمار المية الف جنيه على متوسط الربح السنوي تلاتة وعشرين الف جنيه هتساوي اربعة وثلاثة من عشرة سنة. وهذا يعني ان المشروع بيسترد تكلفة الاستثمار فاربعة وتلاتة من عشرة سنة. يبقى ازا القرار النهائي المشروع الف بيسترد تكلفة استثمار في خمس سنوات ونص اما المشروع بي بيستردها فاربعة سنوات وتلاتة من عشرة. فازا المشروع بي هو افضل من المشروع الف لانه يسترد تكليف الاستثمار في فترة زمنية اقل وهي اربعة وتلاتة من عشرة سنة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله